وفي سياق متصل التقامع الوزير الداخلية باللورد أحمد أوف ويمبلدن الممثل خاص لرئيس الوزراء البريطاني وزير الدولة لشؤون الكومنولث والأمم المتحدة بالمملكة المتحدة وذلك بحضور معالي سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة وسعادة الشيخ خالد بن راشد الخليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة وقد رحب اللورد أحمد أوف ويمبلدن بزيارة معالي وزير الداخلية منوها إلى هميتها في تعزيز التعاون الثنائي والعلاقات الوثيقة بين البلدين ومعربا عن اعتزازه بالعلاقات الراسخة التي تجمع المملكة المتحدة ومملكة البحرين في العديد من المجالات منوها إلى أنه يرى البحرين دولة صديقة للمملكة المتحدة وليست مجرد شريك من جهته أكد معالي وزير الداخلية أن العهد الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه يؤكد على تعزيز قيم الديمقراطية والتسامح والتعايش والانفتاح السياسي مما كان له الأثر البالغ في تعزيز المسيرة الوطنية لحقوق الإنسان وترسيخ نهج العدالة والإصلاح لفتا إلى أن حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من ثقافتنا وديننا وأشار معاليه لأن مشروع العقوبات البديلة واجهة مضيئة ومتميزة لملف حقوق الإنسان في البحرين وأن الارتقاء بتطبيق أحكام القانون والذي يعتبر برنامج السجون المفتوحة مرحلة مهمة في تنفيذه بمثابة انطلاقة نوعية تعكس حكمة وإنسانية جلالة الملك المعظم من خلال مراعاة الظروف الاجتماعية والإنسانية للمحكوم عليهم لافتا معاليه لأن كافة النزلاء يتلقون كامل الحقوق والخدمات المقررة قانونا بما فيها حق التعليم والتدريب حيث بلغ عدد من يدرسون ويتلقون التدريب المهني مئتان وواحد وثمانين نزيلا وخلال الاجتماع اطلع الممثل الخاص لرئيس الوزراء البريطاني وزير الدولة لشؤون الكومنولث والأمم المتحدة بالمملكة المتحدة على إجاز قدمه مدير عامل دار العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة تناول فيه أبرز ما تحقق من إنجازات في مشروع العقوبات البديلة وتطبيق القانون مؤخرا على خمسمائة وثمانية وخمسين من النزلاء بما من شأنه رفع عدد المستفيدين من المشروع منذ بدء تنفيذه عام 2018 إلى نحو خمسة ألاف أربعمائة وخمسين نزيلا هذا وقد تم خلال الاجتماع بحث مجالات التعاون والتنسيق التي تسهم في تطوير العمل المشترك بالإضافة إلى عدد من الموضوعات الأمنية والتطورات على الساحة الإقليمية ترجمة نانسي قنقر